من جانبها أكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال لجرائمه في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة طبعية للصمت الدولي واستدانها إلى دعم سياسي وعسكري مطلق من الإدارة الأمريكية وبعض المدن والعواصم الغربية هذا وعتبرت الحركة الفلسطينية حماس أن التصعيد في الضفة الغربية هو محاولة عملية لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين التي عبر عنها وزراؤها وتوسيع حرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة داعية إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطني في كل من الأراضي المحتلة